عموما بعد معركة القاع وهزيمة أتباع موسى بن موسى حدثت إشكالية أعظم وأدهى وأمر على عمان وهي لطالما وقعت سبحان الله هذه أول مرة أو هي محاولة قبل ولكن هذه المرة وقعت وهو خروج بعض العمانيين من عمان متوجهين إلى والي الدولة العباسية في البحرين الذي يسمى محمد بن بور تسميه العمانيين محمد بن بور وتسميه بعض الكتب محمد بن نور وتسميه بعض الكتب محمد بن ثور فهو الأسمى هذه الثلاثة موجودة في حقه توجهوا إليه وطلبوا منه أن يدخل عمان ويساعدهم وكان نزاريا طبعا فطلب محمد بن نور أو بن بور من العمانيين أن يتوقعوا إلى الخليفة العباسي في زمن خليفة العباسي المعتضد بالله العباسي طبعا الخلفاء العباسيين كانوا دائما معتضد بالله معتصم بالله مستعصم بالله العابد بالله وهم ما أعودوا بالله يعني فقط هي مسميات كما يقول ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي اتفاخا صولة الأسد أمو فتوجه العمانيون إليه ووقدها فرصة أن يسيطر على عمان فوافق على ذلك وخرج برسالة أو العمانيون خرقوا برسالة من الخليفة إلى الوالي وبقيش لدخول عمان فقيش القيوش محمد بن بور ودخل عمان ومعه العمانيون وسبحان الله في تاريخ عمان هكذا دائما يعني عمان ما دخلت وسيطر علي سيطرة تامة إلا يكون هناك خلل من العمانيين لو تقرأ التاريخ بصورة عامة يعني السيطرة التامة أنا أقول لك في غزو على الحدود قد يبقى أو ما يبقى يبقى راكن على السواحل يطرد لكن أن يدخل داخلي إلى عمان في الحقيقة هناك خيانات داخلية وإذلك إما كانوا صارمين المام القولندة بن مسعود ماذا فعل في من أراد أن يخون من بني القولندة بن عمي قتلهم مباشرة لماذا لأنهم كانوا يريدوا أن يستنقلوا بالدولة عباسد يأتوا بها إلى عمان فالحقيقة مرة مباشرة قتلهم خيانة عظمى هذا تعتبر خيانة الوطن فجاء محمد بن بوري إلى عمان بدأ يدخلها رويدا رويدا العمانيون مشتغلون بأنفسهم فبدأ يدخلها من البوريمي دخل البوريمي دخل إلى عبري ومن عبري إلى نزوة فاستمر دون مقاومة لأن العمانيون مشتغلين العمانيون القبائل مشتغلة بالنزارية واليمانية والعلماء مشتغلون بمسألة إمام صلط المالك فبدأ يدخل هذا الجيش ولم يجد مقاومة حتى بلغ إلى نزوة سمع الإمام عزام بن تميم بخبر هذا الجيش القادم ولم يرى بأنه قادر على المقاومة لا يوجد قبائل تعينه على المقاومة ولا يوجد جيش يعينه على المقاومة فلذلك خرج من نزوة وتوجه إلى سمد الشان وقاء محمد بن بور ودخل نزوة دون مقاومة وسيطر عليها ثم توجه متتبعا جيش الإمام عزام بن تميم حتى وصل إلى سمد الشان والتقى بالإمام عزام بن تميم في سمد الشان ووقعت معركة يقال بأنها يعني استمرت اليوم كامل انتهت بمقتل الإمام عزام بن تميم وقتل كثير من العمانيين ولم يكتفي محمد بن بور بذلك بل قز رأس الإمام وحمله إلى بغداد وطبعا هذا ما يفعله العباسيون في تاريخهم دائما ليس غريب عليهم فضعت عمان في الحقيقة وأصبح يسيطر عليها محمد بن بور وأتباعه من بني السامة بن لؤي واستمر فترة من الزمن وحاول العمانيون أن يخرجوا من هذه الأزمة بقيادة الأهف بن حمحام الهنائي الأهف بن حمحام الهنائي هذا كان من أولاة الإمام حاول أن يلملم شملة شتات العمانيين المتبقين وانضم إليه العلامة منير بن النير القعلاني وهذا من علماء الكبار الذي كان كبيراً في السنة حتى ذكروا أنه كان عمره التسعين أو قرابة التسعين وشارك في هذا القيش ليؤزز معنويات العمانيين عندما يروا عالم من العلماء مشاركاً في القيش وفعلاً اجتمع العمانيون وشكلوا قيش وجاءوا إلى نزوة وعندما سمع محمد بن بور بهم فر من نزوة متجهاً إلى الساحل وتبعوا هذا القيش وكان بعض العلماء يقول لهم اتركوه يعني اتركوه يخلص وفار واتركوه لكن بعض الشباب المتحمسين والذين في الحقيقة تأثروا من ما فعله محمد بن بور محمد بن بور عندما دخل نزوة قتل الكثير من النساء والرجال واستباح حتى الأعراض وإذلك بعض الشباب الذين خرقوا في هذا القيش كانت تثيرهم الحمية حمية انتقاط العرض فقالوا إلا أن نتبع وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى التقوا بقيش محمد بن بور في السيب هنا في دمى تسمى قديماً ووقعت معركة كبيرة ما بين الفريقين انتهت بانتصار الأهيف من حمحان في بداية المعركة إلا أن العمانيين الذين توجهوا إلى حمد بن بور لقلبهم من البحرين خرقوا مرة أخرى وساعدوا محمد بن بور في آخر المعركة والقيش متعب جاءت مجموعة وساعدوا محمد بن بور وانتصر محمد بن بور على الأهيف من حمحان وقتل الأهيف من حمحان وقتل العلام منير بالنير الجعلاني حتى من كرامات المنير بن نير القعلاني التي تذكر في حقه أنه مات وأن في وصيته قد كتب أن يدفن في قعلان وفعلا حملت قثته من صحار ابن أدم آسف من السيب حتى قعلان ودفنت في قعلان ويروا بأنها لم تتأثى مطلقا وكأنه مات الساعة عندما قبر عموما بعد أن انتصر حميم بن دور على العمانيين رجع إلى نزوة رجعت يعني من هو في نفسه حقد على العمانيين وبدأ بالهدم أحرق مكتب ضخمة في الرستاق رحى فيها الكثير من المصادر العمانية وقاء إلى عين كسفة وحاول طمرها أيضا حتى الآن العينة وتلاحظوها هي خرجت في مكان وأيضا عندها فتحة أخرى بعض الرواية تقول ذلك الفتحة التي طمرها وحاول طمرها محمد بن دور حتى يعني كان يحاول يطمرها بالتراب فتخرب إلى مكان آخر حتى مرت عليه حرمة مرأة كانت مع أغنام فغضبان يقول كيف؟ يعني أطمر هذه العين فتقول لهذه المرة تقول له بأغنام باب حكي تقول له هو شيء غني قال رميولها هوشة في العين فعلا رميولها هوشة في العين ولكن وطمرها من هذا الجهة وخرجت من الجهة الثانية واستمرت العين ولي الله الحمد وطمر الكثير من الأفلاق وقتل الكثير من العمانيين على بعض الرجوع وذلك بعض الأفلاق حتى بعضها أندثرت وميتة من قراء ما فعله محمد بن بور في عمان وذلك سموه العمانيون بمحمد بن بور إذ كان اسمه هو المشروع أنه كان محمد بن نور ثم بعد ذلك محمد بن بور بشرة بعد أن عاث هذا الفساد خرج ورجع إلى البحرين وترك على عمان واليا يسمى أحمد بن هلال وواليا آخر يسمى بوغيرة كان على نزوة وعلى بوغلام على نزوة كان أبوغيرة والعمانيون ثاروا ضده وقتلوه طبعا والآن مكانه مازال موجود وعارفين العمانيين اليوم داعين فيه درام كشرة ما شاء الله رحمة العمانيين اقتلوه لليوم يعني داعين فيه هم يقولوا بأنهم حتى سحبوه طبعا يعني لا تستغرب من ما فعل فيهم حتى السحب هذا بعد لا شيء وخاصة عندما تنتهك الأعراض عموما يعني لعل ما عاناه العمانيون في أزمة محمد بن بور هي مسألة بعض المصادر يعني الآن لاسف شديد نقول نسمي علماء كثر في تاريخنا ولكن لا نرى نتاق علمي من بين هذه الإشكاليات الحرق الذي فعله محمد بن بور في مكتبة الرستاق رح على إثرها كتب كثير جدا وطبعا هناك كثير من الإحراقات يعني في تاريخنا كثير من كفين أيضا العلامة بن النظر عندما قتله الملك النبهاني ابن سماعة ما ذكر اسمه الآن خردله خردله ابن سماعة عندما قتله لم يكتفي بقتله فقط وإنما دمر كل مكتبته وطمرها بالتراب بالبيت فذلك لا تستغربوا يعني نقول أين كتبنا كتب أين الكتب التي أمامنا قليلة صحيح أن ميان الشارع مثل 72 جزو قمص شريعة أو 91 جزو كذلك أيضا الضياء وغيرهم الكتب لكنها قليلة في حق العمانيين العمانيين أورثوا كتب أكثر من هذه ولكنها اندثرت ومنها ما حرق عموما في فترة محمد بن بور طبعا استمر ولاته يحكمون عمان إلى بعد ذلك تحولت إدارة عمان بيد بني سامة بن لؤي الذين جلبوا محمد بن بور إلى عمان أصبحوا هم يحكمون عمان واستمروا يحكمون عمان تحت مسمى الدولة العباسية إذ كان يدعى للخليف العباسي فيه منابر العمانيين في صلاة الجمع تحوكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو